أهلا وسهلا فيك رفقاتنا لهالفيديو الجديد من فيديوهات قناة تقنية عربية بهذا الفيديو أصدقائي رح نتعرف على طريقة تجاوز كلمة المرور الخاصة بويندوز رح نتعرف على طريقة كسر الباسورد الخاص بويندوز خليكم معنا بهذا الفيديو وبحب نوه ببداية شرح أنه هذا الفيديو تم تصويره لأغراض الصيانة وأغراض حل المشكلات الخاصة بتسجيل الدخول لويندوز وأي استخدام غير أخلاقي أو شرعي للمعلومات الواردة بهذا الفيديو فنحن غير مسؤولين عنها نهائيا لذلك عطونا لايك على الفيديو لحتى يزيد انتشاره عم تشوفونا أول مرة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد بعالم التقنية إذن أصدقائي مثل ما اننا شايفين أنا عندي مشكلة بتسجيل الدخول إلى ويندوز انسيت الباسورد أو كلمة المرور الخاصة بويندوز كيف فيني اتجاوزها أو اكسرها وادخل للويندوز أو لسطح المكتب طبعا في ملاحظة مهمة جدا يا شباب انه كلمة المرور على السوفت وير على الويندوز وليس على البيوس هاي ملاحظة مهمة جدا أصدقائي اللي تجاوز كلمة المرور الموجودة على الويندوز أنا بحاجة لأحرق برنامج اسمه Active Password Changer على فلاجه هذا البرنامج مدفوع يا شباب ملاحظة مهمة جدا ولكن موجود منه نسخة تانية مجانية على أسطوانة الصيانة المعروفة DLC طبعا النسخة المجانية اللي على الـ DLC بس بتكسر معي لويندوز سبعة فقط أما بالنسبة لويندوز عشرة أو ويندوز 11 أنا بحاجة للنسخة المدفوعة من برنامج Active Password Changer احرقها لحالة على فلاجه رح نتعرف على النسختين من البرنامج النسخة المجانية والنسخة المدفوعة بشكل عام وطريقة الإقلاع والدخول لكسر الباسورد الخاصة بويندوز مثل ما لكم ملاحظين شباب أنا بدلت اللابتوب بلابتوب قديم شوي البيوز تبعه بتدعم نظام اللوجيسي ليش لأنه استوانة الإقلاع اللي عندي هون الـ DLC بوت برنامج Active Password Changer فيها ما بيشتغل إلا بنظام اللوجيسي حصرا طيب هلأ أنا حارق الـ DLC بوت على فلاشه وعندي هذا اللابتوب القديم شوي اللي عليه ويندوز 7 اللي بدي أكسر الباسورد الخاصة فيه بضغط على زر الباور وبشغله وبضغط الزر الخاص بالدخول لقائمية الإقلاع وطبعا كل لابتوب له زر خاص بهذا الموضوع وهذا الشيء موجود بشروحات كثيرة عنها على القدع الدلة اللي عندي بيأخل عن طريق الـ F12 بتظهر عندي خيارات الإقلاع بيلي بدكت أقلع عن طريق الـ Hard واللي عن طريق الفلاش ميموري أكيد رح له عن طريق الفلاش ميموري اللي عليها الـ DLC بوت بتطلع لواجهة الـ DLC بوت بشكل عام رح انتقل لعند شغلة اسمها Other Tools داخل الـ Other Tools منلاحظ أنه في عندي برنامج الـ Active Password Changer لبرو 6.0 وهو نسخة قديمة جدا من هذا البرنامج ولكن مفعلة ضمن الـ DLC بوت ومثل ما ذكرنا مفيدة جدا للـ Windows 7 بدخل عليها بهذا المكان يعطيني عدة خيارات ولكن الأهم منها هو رقم صفر Clean Put with Active Password Changer عم يقلي ضغط صفر لحتى تأقلع عن طريق الـ Password Changer باختار رقم صفر وبينقلني دوري لداخل البرنامج الخيارات اللي قدامي هي رقم 1 و 2 و 3 رقم 1 اختار القرص اللي عليه الـ Windows مباشرة يعني بضغط رقم 1 وبقوله انه القرص C عليه الـ Windows القرص D عليه الـ Windows رقم 2 انه يبحث بكل الـ Hard Disk لحتى يلاقي الـ Password الخاصة بـ Windows طبعا هذا الخيار رح ياخد وقت طويل كتير رقم 3 هو الـ Exite الخروج من البرنامج وكوني انا بعرف وين نازل الـ Windows بشكل عام انه على القطع C اكيد رح اختار رقم 1 بعد ما بختار رقم 1 بضغط Enter منلاحظ انه عطاني جميع الأقراص والـ Hard Datad الموجودة على اللابتوب بشكل عام منلاحظ انه HDD 0-1-1-2 اذا انا في عندي 3 اقراص موجودين على الـ Hard رقم 0 هو الـ Flash Memory اللي عليها الـ DLC Boot رقم 1 و 1 هون هو Hard SSD اللي عنديها علي النظام رقم 2 الـ HDD 2 اللي هو Hard Data اللي موجود عندي على اللابتوب الأرقام اللي عندي اياهن هون باللون الأصفر 0-1-2-3 هنه اقسام الأقراص الصلبة طيب انا عندي نظام التشغيل موجود على قرص الـ SSD اللي هو رقم 2 تمام هذا هو حجمه 120 جيجا هذا نظام الـ C عنديها موجود هون مثل ما اتفقنا القرص الثاني 500 جيجا هو عندي اياه للبيانات اذا انا رح اختار رقم 2 بعد ما بختار رقم 2 وبتسجل عندي اياه هون بضغط على الـ Enter منلاحظ انه حاليا هو عم يدور على الملف اللي بيقلبه الباسورد الخاصة بنظام التشغيل اللي حتى يفكه ويكسرها وبعد ما انتهى البرنامج عن البحث عن الملف الخاص بباسورد الويندوز اللي اسمه الـ SAM ووجده بهاد المكان بتضغط على زر الـ Enter بيعطيني اليوزرات الموجودة ضمن النظام عندي يوزر الـ Administrator اللي هو اليوزر الاساسي ومنلاحظ انه هو موجود باللون الأخضر وعندي الـ Guest وما الى هناك انا بحاجة لكسر الباسورد الخاصة بالـ EI اذا عندي عدة يوزرات اخرى تمام نلاقي انه لونهم باللون الأخضر واسماءهم موجودة دائما لذلك يفضل احنا اليوزر نكتبه باللغة الانجليزية شايفين شباب هاي الشغلة مهمة جدا بهذا البرنامج اذا عندي الـ EI بدي اكسر الباسورد الخاصة فيه رقمه 1 مجرد اخترت رقم 1 بضغط على زر الـ Enter منلاحظ انه اعطاني هاي الواجهة اللي فيها عدة خيارات ولي فيني عدل اشارة الـ X بالمكان اللي بديها ولكن انا ما رح عدل شي اللي بيهمني انه clear this user's password انه امحي الباسورد الخاصة بهاد اليوزر ومحطوط عليها اشارة X ما بعدل شي منلاحظ انه في عندي هون بريس Y ضغط حرف الـ Y لحفظ هاي الاعدادات او لتطبيقها بضغط حرف الـ Y منلاحظ انه اعطاني رسالة تحت باللون الازرق او الاخضر انه تمت العملية بنجاح تمام انه تمت العملية او التغييرات بنجاح انتهينا بضغط Enter وبرجعني للواجهة اللي قبل منه اذا حابب اكسر باسورد تاني طبعا بالخروج عن طريق زر الـ Escape 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 بطلع من البرنامج بشكل كامل وبعدل منها بعمل ايقاف تشغيل للجهاز كليا او اعادة تشغيل وبلاحظ انه دخلت على الويندوز بدون باسورد نهائيا هلأ هيك شرحنا لحنا على الويندوز 7 تمام DLC Boot Windows 7 Active Password Changer هلأ Active Password Changer المدفوع على الويندوز 10 او الويندوز 11 وهلأ منرجع للابتوب الحديث اللي بين ادينا اللي البيوس تدعم نظام UEFI واللي عندي عليه ويندوز 10 او ويندوز 11 طبعا هلأ فيه تعليقات رح تجيني ليش مالك تارك رابط البرنامج بالوصف او وين رابط البرنامج يا شباب هذا البرنامج مدفوع DLC Boot موجود على الانترنت دوره عليه بتلاقوه ايزو اما الـ Active Password Changer بيحدث نسخة له فهي نسخة مدفوعية يعني بدك تدفع حق مصاري لتحصل عليها قوم بتشغيل اللابتوب بعد ما وضعت الفلاشه بضغط على زر الـ F12 لحتى اقليع عن طريقها تظهر لي قائمة الاقلاع الخاصة بلابتوب الدلة اللي عنديها وباختار الفلاش ميموري اللي عليها الـ Active Password Changer بيقلع البرنامج بهذا الشكل وبيقل لي بليز ويت انتظر شوي بعدين تطلع لهي الواجهة اللي فيها التاريخ والوقت ما عندك اي مشكلة ضغط مباشرتان انتر بيبلش البرنامج بالعمل بهي الواجهة اللي قدامي بيقل له التالي بيعطيني نفس الخيارات اللي شفناهم بالاصدار القديم من البرنامج عم يقول لي Search All Volumes انه بدي يدور بجميع القطاعات والهاردات اللي موجودة على هاد اللابتوب لا ما بدي طيب Select Volume انه بدي اختار القرص انا فيني اختار C-B-E-D-N عم هاد هو الخيار اللي بدي اختاره وفي عندي الخيار اللي بعدل منه Find Folder انه دور على ملف السيم بشكل يدوي ضمن القرص الصلب لا انا رح اختار فقط الخيار المتوسط اللي هو انه انا بعرف قطاع C بس انت يدور لي بقلبه تمام وهلا بقلبه التالي منلاحظ انه اعطاني جميع الهاردات والقطاعات اللي موجودة عندي ضمن هاد اللابتوب انا رح اختار القسم C فقط القسم C عندي هون مساحته 97 جيجا او 100 جيجا تمام رح قلبه التالي مباشرة وجد ملف السيم اللي بداخله الباسورد الخاصة بالويندوز رح قلبه التالي رح يعطيني هاي الواجهة اللي فيها عدة يوزرات عندي يوزر الادمنستراتر يوزر الاي اي اي يوزر الجيست انا عندي يوزر الاي اي اللي بداخله الباسورد او اللي عليه باسورد للويندوز تمام لو عندي يوزر تاني بختار اليوزر التاني او التالت اللي بدي اكسر الباسورد الخاصة فيه اذا اخترت الاي اي ولي هو عم يقال لي اختار اليوزر اللي عليه الباسورد ويقال له التالي تطلع لي هاي النافذة اللي بيقلبه خيارات كسر الباسورد واللي اهمة clear this user باسورد بيكون محطوط عليها اشارة تشيك اشارة الصح ويقال له apply بيقال لي هل انت واثق من كسر الباسورد او محي الباسورد الخاصة بهذا اليوزر بيقال له yes وملاحظ انه تمت العملية بنجاح ويقال له finish وبعد ما انتهيت بيرجعني للواجهة الرئيسية للبرنامج ومن قلب قائمة هالابدأ البسيطة هاي اللي هون عندي على الزاوية بقال له turn off computer يعني طفي الكمبيوتر اما بريستارت واما turn off رح قل له رستارت رح ادخل على الويندوز وشوف هالراحة الباسورد ولا لساعتها موجودة وبعد ما اعاد تشغيل الكمبيوتر منلاحظ انه تم ازالة الباسورد بالكامل شكرا لمتابعتكم اصدقائي والى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية موسيقى موسيقى شكرا